أفاد تحقيق لصحيفة هارتس بأن الجيش الإسرائيلي استخدم مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية في غزة وذلك بعلم كبار ضباط الجيش الإسرائيلي حتى رئيس الأركان وذكر التحقيق أن الجنود يجبرون فلسطينيين على ارتداء ملابس الجيش ويقيدونهم ويرسلونهم داخل الأنفاق والمباني وجاء في التحقيق أن من ضمن الذين استخدمهم الجنود دروعا بشرية أطفالا ومسنين ومصابين وذكر التحقيق أن الجنود أفادوا بأن قياداتهم أبلغتهم أن حياتهم أهم من حياة المدنيين الفلسطينيين وأن من الأفضل أن يبقوا أحياء ويموت الفلسطينيون وخلص التحقيق إلى أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية هو سياسة عامة ولا يتم بقرار منفرد